ترجمة نانسي قنقر تتزامن هذا العام مع الاحتفال بليوبيل الفضي لذكرى مرور 25 عاما لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه مقاليد الحكم وأشادت سموها بالمكانة الرفيعة التي وصلت إليها المرأة البحرينية وتحقيقها لسجل زاخر بالإنجازات الإقليمية والدولية في مختلف المجالات في إطار المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص والذي لم يكن ليتحقق لولا الرؤية السديدة والرعاية الكريمة من لدن جلالة الملك المعظم يده الله وحرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على أن يكون للمرأة البحرينية حضورا بارزا وفعالا في مسيرة البناء الوطنية مشيرة سموها إلى ما تبديه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من تعاون حثيث وجهود مقدرة مع مؤسسة المجلس الأعلى للمرأة لمؤصلة دوره الفاعل في خلق منظومة عمل متكاملة لتمكين المرأة وتقدمها مما أسهم في أن تكون المرأة البحرينية مثالا للعطاء المستمر وشريكا جدير في بناء الدولة دعية سموها المولى العلي القدير أن يسبغ على صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمغفور الصحة والسعادة وطول العمر وأن يسدد خطاء على طريق الرفعة والازدهار وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحبة السمو الملكي الأمير سبيك بن تبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله أعرب سموه فيها عن أخلص التهاني بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية معربا سموه عن شكره وتقديره لجهود صاحبة السمو ومنتسبات المجلس في العمل الدؤوب على تعزيز مكانة المرأة البحرينية والإسهام في تقدمها نحو المزيد من الإنجاز والتميز وأشهد سموه بهذه المناسبة بدور المرأة البحرينية وإسهاماتها في خدمة مملكة البحرين في مختلف قطاعات التنمية وإسهامها الفاعل في رفض المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم يده الله مشيرا سموه إلى ما يبدله المجلس الأعلى للمرأة من جهود لمزيد من التقدم والتطور للمرأة البحرينية متمنيا سموه للمرأة البحرينية كل الخير والتقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر